شكراً جزيلاً صباح الخير يمكن مهم جداً زي ما فخامة الرئيس ورئيسة المفوضية في كلماتهم الافتاحية أشاروا العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطور ملحوظ جداً في الخمس سنوات الماضية وقبل ما أتكلم عن العلاقة الاستراتيجية التي كان فيه ترفيع لها في مارس 24 لازم ننظر أن الاستثمار والتجارة والنهارده في مؤتمر بيدعو لزيادة الاستثمارات والتجارة بين الشركين الأساس فيه هو آليات تمويل لما نتحدث على الاتحاد الأوروبي نتحدث عن العلاقات الثنائية مع دول الأعضاء وأيضاً مؤسسات التمويل الدولية الأوروبية هنا نتحدث عن الابنك الاستثمار الأوروبي البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية لو بصين على الخمس سنوات الماضية وبنشكر فخامة الرئيس ورئيسة المفاوضية لأنه لم تكن تتأتى هذه العلاقة الوثيقة مترجمة عمليا على الأرض من خلال مشروعات واضحة جدا ذات اهتمام مشترك بين الجانبين ولها عوائد مش بس الجمهورية مصر العربية ولكن عوائد لأوروبا والشركات الأوروبية والشراكات ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص في أوروبا أربع حاجات مهمة جدا ناخدها في الاعتبار نمرة واحد القطاعات ذات الأولوية المشتركة هي قطاعات مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيد ما بين الجانبين دي نمرة واحد بنشوفها في الطاقة الجديدة والمتجددة بنشوفها في اللوجستيات والمواني بنشوفها في مشروعات خاصة بالأمن الغذائي وغيرها نمرة اثنين أليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء ومن المؤسسات التمولية واضحة جدا ومنها أدوات مبتكرة دي كلها متاحة للقطاع الخاص ويمكن في خلال الخامس سنوات الماضية أكتر من ستة مليار دولار موجه للقطاع الخاص وهنا التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة ونحط خط تجير جدا تحت ميسرة لأنها أقل من تكلفة السوق فده نقطة في غاية الأهمية نمرة ثلاثة وده المهم ومعانا شركة غير الاتحاد الأوروبي زي البنك الدولي زي مؤسسة التمويل الدولية بنعظم من التمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي من خلال التكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى وده نقطة في غاية الأهمية المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص في مصر هي جاذبة لتمويلات ليست فقط من الشريك الأوروبي ولكن أيضا من مؤسسات التمويل الأخرى وده لأن مصر تعتبر منصة للتعاون الدولي من خلال هذه المؤسسات المهمة فده نقطة في غاية الأهمية أو ثلاثة نقاط مهمة الحاجة الأخرى وهي التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن مصر مع الاتحاد الأوروبي ابتدينا المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وهو محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء يمكن سمعنا في الكلمة الافتتاحية الوفاء بالتعهدات ومن هنا جات كلمة نوفي أنه إزاي نقدر نحقق كل الأهداف الخاصة بالمناخ اللي هي الأهداف الوطنية ولكن من خلال جذب استثمارات للقطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة فهي نقطة هامة جدا ويمكن الإطار الاستراتيجي أو ترفيع العلاقات فيه جزء مخصص عن التحول إلى الأخضر قبل ما أختم كلمتي الترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبني على أيضا تعاون مالي مهم هذا التعاون المالي مقسم زي ما سمعنا صباحا تلت نقاط مهمة أول حاجة قلية استقرار الاقتصاد الكل ودعم الموازنة ويمكن السيد فالداس تكلم عنها هذه المصفوفة بتؤدي أو بتهدف إلى تلح تعاجات رئيسية استقرار الاقتصاد الكل في مصر وده كله لجذب الاستثمارات اتنين زيادة التنافسية وهنا فيه إجراءات وسياسات واضحة جدا ويمكن نتكلم عليها في جلسة قادمة ونمرة ثلاثة التحول إلى الأخضر الحاجة الثانية فيه ضمانات استثمار ضمانات استثمار بواحد وثمانية مليار دولار دي الحقيقة بتعظم أو بتجذب يمكن استثمارات من خلال مؤسسات التمويل الأخرى وعندنا بكرة جلسة مغلقة مع مؤسسات دولية أخرى ازاي نقدر الواحد وثمانية من عشرة مليار دولار المتاحة من الاتحاد الأوروبي تقدر توصل لخمسة مليار من خلال مؤسسات أخرى عايزة وضح أنه إيه هي آليات التمويل المهمة للقطاع الخاص سواء كان قطاع خاص مصري أو قطاع خاص أوروبي في خطوط اقتمان من خلال البنوك المصرية متوفرة من الشركة الأوروبيين لو أخذت مثلاً البنك للإستثمار الأوروبي خطوط اقتمان في خلال الجنوك المصرية بتقريباً 3 مليار دولار فهذه نقطة مهمة الشريك الأوروبي بيعمل أيضاً زيادة في رؤوس أموال الشركات وخصوصاً سندية الأسهم عندنا برضو بنك للإستثمار الأوروبي أكثر من 800 مليون دولار في سندية الأسهم التي تذهب إلى ريادة الأعمال وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة هنا عندما نقول القطاع الخاص مهم جداً لا نتحدث عن القطاع الخاص الكبير فقط ولكن جميع أنواع القطاع الخاص أو أحجام القطاع الخاص سواء كانت الشركات الكبرى الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فقلنا خطوط اقتمان من خلال البنوك المصرية مساهمة في رؤوس الأموال وهذه نقطة مهمة جداً جداً وهذا حصل بالفعل ومستمر ومع ترفيع العلاقات أي مستثمر أريد حاجتين مهمين جداً أريد الاستقرار السياسي بين الشركين وهذا حاصل أريد أن الفرص التمولية تكون متاحة بأقل تكلفة وأريد أن الشركة الأوروبي الممول يستطيع أن يتكامل مع شركة آخرين كما سمعنا من البنك الدولي وغيره وأريد أن سابقة الأعمال تكون جدة وهذا ما حصل بالفعل لو أخذنا بعض النمازج أو في نقطتين تانين في قصص أو في آليات التمويل الاتحاد الأوروبي أيضاً دائماً بنسمع وحركة تشوف أن في حاجة اسمها التمويل المتكر المختلط هذا عبارة عن منح الاتحاد الأوروبي بتدخل في تمويلات من خلال البنوك وخلافه وتقلل من التكلفة بشكل كبير فهذا كله متاح والحقيقة مش متاح نتكلم عن المستقبل فقط ولكن عملياً في مشروعات عديدة استفادت من هذا أدي بس بعض النمازج عندنا مؤخراً حاويات في مينا دومياط فهذا نقطة مهمة داخل فيها أكثر من شركة عندنا فرنسا وألمانيا بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة التمويل الدولية والمنافذ شراكة ما بين شركات ألمانية وشركات فرنسية لو خذنا التاقة الجديدة والمتجددة عندنا كومومبو عندنا خليج السويس عندنا مشروعات أخرى أيضاً أكثر من شريك داخل فيها لو خذنا إيجيب جرين اللي هو المشروع في المنطقة الاقتصادية القناة سويس وهي شراكة ما بين الصندوق السيادي وشركة سكاتيك أيضاً وأراثكم أيضاً دي تمويلات متعددة وفيها منح مهمة الحاجة الثانية الدعم الفني الدعم أي مشروع محتاج دراسات جدوى من خلال شراكتنا مع الجانب الأوروبي دراسات الجدوى والدعم الفني بيبقى متاح وأخيراً وهنمضي زي ما رئيسة مفاوضية اتكلمت صباحاً أنه في شراكة مهمة جداً في زيادة المهارات المطلوبة لسوق العمل في الفترة المقبلة شكراً جزيلاً شكراً لحر إكمالي وزير